عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفا لطالما رفع الحوثيون هذه العبارة على لافتاتهم في 2014 وهم يستنفرون الناس للخروج ضد حكومة الوفاق التي رفعت 500 ريال على قيمة دبة البنزين اليوم وقد وصلت قيمتها الى 14000 ريال فان الحوثيين لم يعودوا يعجبون من جائع لا يخرج شاهرا سيفا بل اصبحوا هم من يشهرون سيوفهم في وجوه الجوع الذين لا يجدون قوت يومهم ويفكرون في رفع اصواتهم رفضا للجوع فرق الحوثيون اليوم جموع المتظاهرات من طالبات جامعة صنعاء والبعض تعرضنا للضرب ونقلنا للمستشفى وتواجه اخريات مصيرا مجهولا بعد ان اختطفنا بواسطة باصات نقلتهن الى اقسام الشرطة والسجن المركزي هذه احدى الطالبات اللوات استطعنا الهرب من الباص كتبت في صفحتها عن تفاصيل الحادثة وكيف استطاعت النجاة من الاعتقال خرجت هؤلاء الطالبات رغم التهديدات التي اطلقها الحوثيون ضد من يفكر في الاحتجاج وواجهنا القمع بينما يستنفر الحوثيون قواتهم وينظمون عروضا عسكرية مسلحة في احياء صنعاء لارهابها واسكات الافواه الجائعة من سكانها سجن كبير هي صنعاء اليوم لا يجد الناس ما يأكلون ولا يسمح لهم ان يصرخوا من الجوع صرخة واحدة يسمح بها الحوثي لا غير قمع هذه التظاهرات بدأ مبكرا فقبل ايام نشرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين تسجيلا مصورا للناشط السياسي علي الشرعبي الذي تختطفه منذ ايام متهمة اياه بالتخطيط لثورة الجياع وتأليب الشارع ضد الحوثيين ويظهر المقطع الناشط الشرعبي وهو يدلي باعترافات يظهر من هيئته انه مكره عليها اصبح الموت مصير الناس تحت سلطة الحوثي الموت قتلا او الموت جوعا او الموت خوفا ورعبا وكمدا من الظلم الذي يذوقه الضعفاء في حكبة حالكة السواد